موف موريتل عالم جديد يناديكم بلادنا تدون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدون المجتمع الدولي للعمل على وقف التصعيد وحماية المواطنين المدنيين الفلسطينيين السلطات الإدارية في ولاية قدمقة تطلق من بلدية لعب لحملة واسعة للتشجير ضمن النشاطات المخلدة للأسبوع الوطني لشجرة مزارع كنكوسا يعودون إلى مناطقهم الأصلية لمزاولة نشاطهم الزراعي وسلطات الإدارية تستقبلهم وتحثهم على مضاعفة الإنتاج أصد الله مساكم بكل خير المشاهدين أهلا بكم إلى مسائية قناة الموريتانية معي فيها زميلة مناتا أهلا بك مناتا أهلا بك محمد البلالة قبل ندخل في التفاصيل مشاهدنا نتابع وإياكم مجزا لأهم الأنباء مع الزميلة زينب أمت المختار إليك زينبو شكرا مناتا ومحمد وأهلا بعائشة علي التي ترافقنا بلغة الإشار أهلا بكم مشاهدنا دانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية العدوان الإسرائيلية الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة جاء ذلك في بيان صدر مساء أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانين في الخارج البيان وصف لاعتداءات الإسرائيلية بالخرق السافر لقواعد القانون وقرارات الشرعية الدولية كما دعا المجتمع الدولي كافة وكل الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى العمل على وقف التصعيد وعلى توفير الحماية للفلسطينيين العسل أشرف السيد بامو مد المكلب بمهمة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الأمين العام للوزارة وكالة مساء أمس بدار الشباب القادمة على انطلاق أمسية ثقافية منظمة من طرف الجيل الجديد للإنتاج حول دور المشترك الثقافي لمكونات الشعب الموريتاني في تعزيز التماسك وتقوية اللحمة الاجتماعية الأمسية تخللتها عروض مصرحية وفنية تجسد عادات وتقاليد المجتمع في رسالة عكس من خلالها منظم الأمسية تنوع وثراء ثقافتنا وأهمية استغلال ذلك فيما يخدم لاستقرار والتنمية الدوالي جيد مغا سيد أحمد والمحمد محمود للدي أمس زيارة لبلدية العبل التابعة لمقاطعة الجنجة بولاية جيد مغا أشرف خلالها على إطلاق حملة للتشجير بهذه المنطقة في إطارة فعالية المخلدة للأسبوع الوطني للشجرة الزيارة مكنت الوالية كذلك من الاطلاع ميدانيا على سير مشروع خصوصي لزراعة الأشجار المثمرة والخضروات وأحواض لاستزراع الأسماك وعنابر لتربية الدواج وتربية الأبقار المهجنة تدعمه هيئة بساتين استاحل ومنظمة كوبي كما التقى الوادي بالمزارعين في البلدة وحثهم على أهمية الزراعة المطرية في هذا الموسم حاد بعض مزارع مقاطعة كنكوسا إلى مناطقهم الأصرية لمزاولة نشاطهم الزراعي بعد أن وفرت لهم الدولة على غرار باقي مزارع ولايات الوطن وسائل نقل أوصلتهم الأسبوع المنصرمة إلى وجهاتهم حاكم مقاطعة كنكوسا حث المزارعين العائدين اليوم في اجتماع خصصه لاستقبالهم على مضاعفة الجهود لإنجاح الحملة الزراعية الحالية مؤكدا أن السلطات ستعمل على تدريل الصعاب وتقديم ما من شأنه أن يدعم المزارعين ويرفع من مردودية مزارعهم استفادت مئات الأطفال بولاية داخرة نواذيبو من خدمات البحثة الطبية المتخصصة في مجال تشوهات القلب الخلقية التي تقدم هذه الأيام استشارات وعلاجات مجانية لهذه الفئة من المرضى بمركز الاستطباب الجهوي بنواذيبو وقد عبر عدد من المستفيدين من خدمات هذه البحثة عن تثمينهم لهذه المبادرة وشكرهم للسلطات الصحية على التنظيم وتسهيل الاستفادة من خدمات البحثة نهاية الموجز نشكر عائشة علي التي رافقتنا بلغة الإشارة وعودة إلى الزملاء لاستكمال بقية فقرات المسائية شكرا زينبو التفاصيل بعد الفاصل شكرا لك زينبو أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل مسائية قناة الموريتانية بنت الجمهورية الإسلامية الموريتانية العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون بقطاع غزة جاء ذلك في بيان صدر مساء أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج نظم أجير الجديد لإنتاج مسام سمسية ثقافية حول دور المشترك الثقافي لمكونات الشعب في تعزيز التماسك وتقوية اللحمة الاجتماعي الأمسية تخللتها عروض مسرحية وفنية تجسد عادات وتقاليد المجتمع في رسالة عكس من خلالها مقدموها التنوع والثراء الثقافي وأهمية استغلال ذلك فيما يخدم الاستقرار والتنمية وعند نذاك نلبي أجل جيل جديد للإنتاج ينظم أمسية ثقافية لإبراز ثقافة المجتمع المتعددة عروض مسرحية وفنية تظهر وصالة وتماسك المجتمع الواحد والعيش المشترك على ديم هذه الأرض يشرفني أن أستقبلكم في دار الشباب بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المهرجان المخصص للشبيبة الموريتانية تحت شعار الثقافة الموريتانية لتعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك وهو الشعار الذي أطحى اليوم لزاما على شبابنا تبنيه شعارا وطنيا في أوساط أجيال المستقبل تتعين المحافظة عليه وصيانته بوصفه تراثا ثقافية ولتثمين إسهامه في هذا المسار يتعين على شبابنا القادر بحيويته ونشاطه أن يتخلص من كل العقد والأفكار المسبقة والجهل لبناء مشروع مجتمعي بنبذ العنف والتطرف مشروع يراعي الخصوصيات الثقافية للبلد سيشكل هذا المهرجان إسهاما قيما من قطاع الشباب والرياضة لصالح الشباب وخدمة الأهداف النبيلة التي يسعى إلى تحقيقها جيل يحاول تصميم وإنتاج الأعمال الموسيقية والسمعية البصرية ليسم بها بتعزيز القيم الأخلاقية والمدنية ودعوة الشباب الموريتاني لأخذ مكانه الصحيح في تنمية البلاد تجمع هذه التظاهرات المهمة بين الثقافة والموسيقى والشباب وسيظهر من خلالها الموسيقيون والفنانون الشباب مواهبهم وحيويتهم وطاقتهم للإسهام في تنمية البلاد يهدف هذا المهرجان إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع الشباب من أجل بناء مستقبل أفضل في وقت تشهد فيه بلادنا تقدما منحوظا في مجال الحقوق والعدالة والحريات يدا بيد لتعزيز اللحمة الاجتماعية رسالة خطها أصحاب المنتدى وأظهروها على هذه الخشبة ليسهم كل من وصلته في خدمة المجتمع والمشاركة في تنمية البلاد بسواعد الشبابها أحمد محمد الحافظ قناة الموريتانية أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم في إجازها الصحفي المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19 تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية و37 حالة شفاء وقد بلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا 2260 ألفا و657 إصابة من بينها 61 ألفا و358 حالة شفاء و902 حالة وفاء أفادت شبك تبتصال الإداري بوزارة الداخلية والمركزية أن ما قيس المطر سجد خلال 24 ساعة الماضية هطل كمية الأمطار على مناطق متفارقة من البلاد وذلك على النحو الآتي ترجمة نانسي قنقر 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 بلدية أقرقر في مقاطعة الطينطان لعاصفة رملية خلفت قتيلا وجرحة وخسائر مادية وقد تنقلت اللجنة المقاطعية للطوارئ إلى عين المكان لمعاينة الأضراري كما تفقد حاكمة مقاطعتين تامشكت وطويل وضعية القرى والتجمعات المتضررة من الأمطار وفي ولاية العصابة طلع حاكم مقاطعة غيرو على حجم الخسائر التي لحقت بسد منطقة بوبطحة جراء السيول الأخيرة والتي تتطلب حسب اللجنة التدخل لترميم السد وتسيجه على مستوى ولاية غورغول فقد لاحظت اللجنة ضرورة وجود آلية لشفط مياه المستنقعات داخل مدينة تنبود وفي ولاية البراكنة تم انتشال جثة رجل كان قد غرق في أحد روافد النهر بقرية فرلا التابعة لمقاطعة تنبان وفي ولاية ترارزا لفتت لجنة الطوارئ إلى ضرورة ترميم الحاجزين الرمليين لمدينتي روسو وجدر المحقن بعد الأضرار التي لحقت بهم جراء السيول والمزيد من التفاصيل حول الأضرار التي تعرضت لها بعض المناطق في الحوض الغربي نصدف لكم مدينة العيون والحوض الغربي السيد المختار والحنداء مرحبا بكم سيد الوالي مساء الخير سيد الوالي هل من تفاصيل أكثر عن طبيعة وحجم الأضرار التي تعرضت لها قرية يطا في بلدة قرقار نتجة العاصفة الرملية البارحة نعم للأسف شديد نحن لم نكمل تغطية الأضرار التي خلقتها في بلدية الدفعة التي تابعة هي زادة مولي المقاطعة الطينطان والقرار التي ضررت فيها حتى مولي وصلنا الضرار التي خلقتها في بلدية قرقار مجموعة من القرار التي منها مسيا اليطا وللأسف شديد كانت الأضرار في بعض القرار بالغة جدا وولينا قبل قرية مسيا اليطا هذه سبعة وهلاثين أسرة وجدت أنفسها بدون ما كانت بات فيه وبدون أقضية الأسف الشديد حتى متاعهم تلفتوا الأمطار وكذلك خلقت فيه إصابات كانت نتيجتها للأسف الشديد هو فقدان شابتين حياتهم الأخيرة منهم اليوم كان تم رفعها إلى مستشفى كيفا وقضت راجي من عند الله على أنه يرحمها ويتقبلها مع الشهداء وكانوا فيه جرحى كذلك تم رقلهم إلى مستشفى الطينطان ومصابين كذلك تم إصعافهم على عين المكان الحمد لله وبقاوهم وهذا في الحقيقة هو اللي خلق على مستوى ذي القرية اللي هي معا فيه قورة آخرى تشابهها في الضرر لكن الحمد لله ما يشابهوها بالإصابات البشرية إذن سيد الوالي ماذا عن جهودكم في مساعدة المتضررين جرى الأمطار عموما والحد من الأخطار المحتمل للسيوري والفيضانات؟ الجهود بالنسبة لنا على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هو أعلن نتيجة للمعلومات اللي حصلنا عليها أعلن هذا الموسم لا يعود فيه كمية كبيرة من الأمطار ونظرا كذلك المعرفتنا على أن المواطنين الموريتانيين للأسف الشديد ما يبنو في أماكن ولا بطريقة مثلا تناسب كميات كبيرة من المياه كانت المرحلة الأولى هو أعلن أن أطلقنا حاملة تحسيسية عن طريق الإذاعة الجهوية وعن طريق لجان القرى الموجودة نحث فيها الأهالي أعلن أنهم يتوخوا الحذر وعلى أنهم يحاولوا على الأقل ينتقلوا خلال موسم الخريف إلى أماكن مرتفعة وأماكن تعود ما هي معرضة للعواصف المرحلة الثانية هو أعلن أنهم شكلين على مستوى كل مقاطعة لجنة تضم ممثل من المقاطعة وممثل من البلدية وممثل منفوضية الأمن بإضافة إلى المصالح الأمنية هذه الجهان جاهزة لأنها تتنقل وصولها خبر على قرية أو شخص معين على أنه أعرض للخطر وبالمناسبة هذه اللجنة على مستوى مقاطعة طينطان ما زالت موجودة إلى حد الساعة فبلدية قرقار تحاول تجرد الأضرار التي خلقتها على مجموعة القرى لأن هذا التقرير اللي لا هي تمشين هو اللي لا هي يتحكم في الجانب الثالث من التدخل هو التدخل بالمواد والمستلزمات الضرورية للأسر المتضررة لأن الحسن الحظ مفوضية الأمن الغذائي مشكورة دارت تحت صرفنا مماخزون على المستوى الجهوي فيه خيام وفيه أغطية وفيه مواد غذائية كيفية الأرز وفيه السكر وفيه الزيت بالإضافة إلى صابون وجفل وكل ما تحتاج الأشخاص الموجودة في هذه الحالة ونحن نعد على هذا المستوى نعد جاهزين وكل اللي ينقصنا هو على أن يجينا تقرير واضح بطبيعة الضرر اللي خلق على مستوى القرى وذاك اللي مطلوب إذن ننتظر الآن من حين الآخر على أن يوصلنا التقرير من اللجنة المقاطعية اللي مزات على عين المكان وبمجرد ما توصل السيارات والمواد جاهزة لا يتنقلها لهذه الأشخاص وتوزعوا عليهم وتوقفوا معهم اللي يتجاوزوا هذه الكارثة بالحقيقة نقتنم هذه الفرصة لأن نعل دعوتنا لجميع ساكنة الولاية لأنهم يتوخوا الخطر وعلى أن معلوماتنا تفيد على أن الكمية اللي فات جاءت منهم على أن ربما تعد أكثر منها الكمية اللي مزالت وعلى أن هذا ما هو وقت ينشرط فيها على الحكومة على أن ذا اللي لا يتعطي شنهم والله لا يتعدل شنهم من أجل الشخص على أنه يقلس بلايدة آمنة هذا وقت الشخص يالطو الله يلوذ لذيك البلايدة اللي يحط فيها نفسه ويحط فيها ذويه إليه يتعدى هذا الموسم الذي هو إذن أنا أهيب بالساكنة اللي فاتوا وتجاوبوا معنا يا غير مولي نختار لذيك الناس كامل اللي مزالت ممانعة وتشترط على أنها تمشي على أن الدولة تقدم لها مساعدات ونقول لها على أن هذا ما هو وقت الشروط وعلى أن فعلا الموسم إن شاء الله لا يعود موسم ممطر وعلى أن الواجب علينا كامل على أن ندير أنفسنا في بلايدات آمنة إذن شكرا لكم والي الحوض الغربية السيد المختار والحنداء شكرا لكم في موضوع ذي صلة شهدت مدينة روسو الليلة البارحة تسقط كميات من الأمطار أدت إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وتضرر إلى سواق النشطة في المدينة وقد تدخلت تسجهات المعنية لشفط البياء التي أصبحت تعيق حركة المرور وتؤثر على أنشطة المواطنين خمسة وثلاثون مليمترا من الأمطار شهدتها مدينة روسو الليلة البارحة خلبت الكثير من المستنقعات والبراك في أغلب أحياء المدينة وقد حدت هذه البراك من انسيابية الحركة في الأماكن الحيوية داخل المدينة حيث كان السوق المركزي أحد الأماكن التي حاصرتها المياه جزئيا وهو ما تطلب تدخل صهاريج المركز الوطني لصرف الصحي من أجل شفط المياه وتسهيل عملية تنقل المواطنين يصحاب ما شاء الله تبارك الله جاءتنا أصحاب ما شاء الله مباركة ما شاء الله ولكن الحمد لله رب العالمين أشوفت صرف الصحي حالا من كل سنة قال الحمد لله رب العالمين مكتب صرف الصحي يجي عندهم سترناتهم ويقرفوا عن الماء ولكن هذا ما يقدر الصحي بالصفة هذا لا بد أن يعدلهم يعدلهم مدى جراسة لديهم دائما ينجي الماء يمشي مباشرة سحال بارح زينة تبارك الله وداخل أحياء السطارة حوصلت بعض المنازل بمياه الأمطار دون أضرار تذكر وقد وضعت مضخات لصرف هذه المياه بعيدا عن وسط المدينة وتجري عملية إعادة تأهيل الأجهزاء من شبكة الصرف الصحي داخل المدينة لتنظيف القنوات وتعطيتها بشكل محكم استعدادا لمياه الأمطار المحتمل تزايدها لقناة الموريتانية محمد دياتمه مدينة روسو ويبقى معنا من مدينة روسو مراسلنا محمد رمين ولهادي أهلا بك الضيف الكريم محمد رمين مساء الخير مساء نور ماذا عن وضية مدينة روسو بعد تساقطات المطرية الآخرة وأين وصلت جهود شفط المياه عن الشوارع نعم بالنسبة لمدينة روسو ربما من المعلوم لدى الغالبية أن هذه المدينة تتأثر كثيرا بالتساقطات المطرية التي تشهدها في هذه الفترة خلال ليلة البارحة شهدت كما جاء في تقرير خمسة وثلاثين ميليمترا وهذه خلفت بالأحرى بركا ومستنقعات في الأماكن العامة طبعا هذه البرك وهذه المستنقعات حدت ولو جزئيا من سيابية الحركة المألوف في المدينة أيضا المدينة خلال النهار تشهد حيوية وحركة كبيرة وربما هذه المستنقعات قد تكون حد جزئيا من تلك الحيوية خاصة في الأماكن التي تعرف إقبالا معتبرا من المواطنين سواء من داخل المدينة وحتى من بعض المدن التي تحيط بها أقصد هنا السوق المركزي بالنسبة لجهود شفط هذه المياه بدأت باكرا حيث كانت هناك صهاريج للمكتب الوطني للصرف الصحي وأيضا هناك مضخات لشفط المياه في الأماكن داخل الأحياء التي تعرف انخفاضا عن شبكة الصرف الصحي في المدينة هذه الشبكة هذه الأيام تعرف وتخضع لعادة تأهيل وتلك عملية تأهيل طبعا تتعلق بتنظيف المجاري وتغطيتها بشكل محكم أحيانا المجاري في المواسم الأخرى غير موسم الخريف تمتلئ بالقمامة وذلك يتطلب طبعا بعض عملية التنظيف وهو ما تخضع له هذه الشبكة حاليا بالنسبة في المجمل إذا أردنا أن نرصد مختلف الوضعية الحالية لمدينة روسو تتواصل أعمال شفط المياه عبر تلك الصهاريج وفي الجانب الآخر أيضا تتواصل عملية تهيئة شبكة الصرف الصحي من أجل انسيابية مرور المياه داخل تلك القنوات وبالتالي شفط المياه عن وسط المدينة وتلك الأماكن التي تعرف حيوية شكرا لكم مراسل بالنسبة لطبعا هذه الأمطار نعم أردت أن أطمئن فقط أن هذه الأمطار ولله الحمد لم تخلف أضرارا مادية تذكر وبالتالي الحمد للأضرار الأخرى سلمت منها هذه الأمطار وبالتالي لم يكن هناك تأثير يذكر من جراء هذه الأمطار إذن شكرا لكم لنا محمد لمينو الهادي كتا حدثنا من مدينة روسوك شكرا لك إلى ولاية قدماغة حيث أشرف الوالي بلدية العبول الحدودية بمقاطعة والينجا على حملة واسعة للتشجير ضمن النشطات المخلدة لسبوع الوطني للشجرة إطلاق الحملة كان مناسبة للإطلاع على بعض المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بالمقاطعة مواكبة لتخليد الأسبوع الوطني للشجرة أشرف والقدماغة من بلدية العبول على حملة واسعة لغرس حوالي سبعة آلاف نوعية من الأشجار المثمرة وغير المثمرة وتأتي حملة التشجير هذه في إطار التعاون بين منظمة كوبي غير حكومية وقطاع البيئة في بلادنا ضمن مقاربة شاملة تعنى بتثمين واستغلال المقدرات البيئية والزراعية في المنطقة المناسبة كانت فرصة للإطلاع على بعض المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها مؤسسة بساتين الساحل المعروفة بفيرجيد ساحل حيث تلقى الوفد الرسمي عروضا حول مشاريع استزراع السمك من خلال تجربة الأحواض المائية وأهمية هذا المشروع في توفير حاجيات السكان من هذه المادة الحيوية كنا نطلع ميدانيا على الزراعة المعطرية وزرنا أيضا مملي هيئة ذات نفع عام والخصوصية والحقناها منظمة هي أيضا شيء يتعلق بزراعة الأشجار المثمرة والزراعة مملي لتحمي في طار الأسبوع الوطني تخليدا الأسبوع الوطني للشجرة وفعلا زيارتنا لهذا اطلعنا لقدر الاستثمارات المهمة خاصة في مجال زراعة الأسماك وفي مجال أيضا مملي المداجن وتوفيرها وطلعنا على توفيرها على السوق على مستوى توفير موادهم على السوق المحلي للولاية وطالبين من فاعلين الاقتصاديين بصيبة عامة على المستوى الولاية على أنه يحوح هذوهم هما هذو وعلى أنه يحاولوا على أنه يعدروا مشاريع منتجة لا يدقد توفر يد عاملة كبيرة على مستوى الولاية وتوفر ملي المواد المهمة من جهته دعا سيد والد يوارى المستثمرين إلى أهمية التعرف على المقدرات الزراعية وفرس الاستثمار الكبيرة التي تسخر بها المنطقة مشيدا بتجربته الذاتية في هذا المجال عمدة بلدية العبالي ذمن بدوره الجهود الاستثمارية للمؤسسة وإسهامها في دعم اقتصاد البلدية عبر محاربة البطالة وتوفير فراص العمل وتعمل مؤسسة بساتين الساحل الاستثمارية على تكون لدي العاملة الشابة في مجال البصنة وإنتاج الدواجن واستصراع الأسماك وهي مجالات مكنت من تعزيز اقتصاد المنطقة وفتحت الباب على مصراعيه للتنافس الاستثماري الفعال والإيجابي شوق محمد فال لقناة مريتانية من بلدية العبالي بمقاطعة وليانجا تتواصل في قرية الحواطات بمركز الرشيد لداري فعاليات النسخة الثانية ثالثة من مهرجان الحواطات للثقافة والتنمية بمشاركة ضيوف من داخل البلاد وخارجها فعاليات هذه التظاهرة الثقافية التنموية تضمنت كذلك أياما صحية ومعرضا للصناعة التقليدية ذاني سهرات مهرجان الحواطات للثقافة والتنمية تميزت بعديد الفقرات الفنية والأدبية وهي فقرات يسعى من خلالها القائمون على المهرجان إلى تعريف الحضور من موريتانيا ودول الجوار بالدور التاريخي للحواطات وأهم ما تسخر به من مكنونات ثقافية وتشهد أيام المهرجان تظيم محاضرات ولقاءات علمية كما تقدم القافلة الطبية المصاحبة للمهرجان الاستشارات الطبية والعلاجات للمحتاجين من سكان الحواطات والقرى المجاورة نحن هون جاينا كطباء من ابناء قرية الحواطات ومن غير ابناء قرية الحواطات من مناطق موريتان كاملة جايين في طار المهرجان الثقافة والتنمية المنظمة في بلد الحواطات أيام خمسة وستة وسبعة وطبعا جايين مشاركين بقافلة طبية في هذا المهرجان لابتدات يوم امس وهي القافلة الطبية مشاركين فيها مجموعة من الطباء ومن خصائيين وأدت السلطات الإدارية زيارة لمخيم صناعة التقليدية وبقية أجناحة المهرجان ترتلان جاينا عرض هذا العرض اللي الحمد لله عندنا هون الحمد لله وتوهوا والله هم هون الحمد لله جايناهم هون وتو الحمد لله يقدرونا وعطاونا إنايا الحمد لله وتنظم على هامش المهرجان أنشطة رياضية ومسابقاتهم في جوانب الثقافة والتراث الموريتانيين لقناة الموريتانية محمد البلال من قرية الأحواطات بمركز الرشيد الإداري ولاية تقانت عاد بعض المزارع مقاطعة كونكوسا إلى مناطقهم الأصلية لمزاولة نشاطهم الزراعي بعد أن وفرت لهم الدولة على غرار باقي المزارع ولاية الوطن وسينقن وصلتهم الأسبوع المصرمة إلى وجهاتهم السلطات الإدارية بالمقاطعة استقبلت المزارعين العائدين وحثتهم على مضاعفة الجهود لإنشاح الحملة الزراعية الحالية متعهدة بالعمل على تدليل الصعاب وتقديم ما أمكن من الدعم بعد استفادتهم من النقل المجاني لمناطقهم الأصلية وصلت المجموعة الأولى من المزارعين لمقاطعة كونكوسا قادمة من العاصمة نواكشوت حيث كان في استقبالهم حاكم المقاطعة رفقة عمدة بلديتها المركزية المزارعون فور وصولهم أكدوا للسلطات الإدارية أزمة مباشرة أعمال الحراثة دون ما تأخير السلطات الإدارية بالمقاطعة الحدودية حثت المزارعين على بذل أكبر جهد لإنجاح الحملة الزراعية وذلك قبل الدخول في اجتماع موسع تمت فيه مناقشة أهم التحديات الزراعية وسبل التغلب عليها مقاطعة كونكوسا الحمد لله مساحة هقرية من 11 ألف والوديانة تبارك الله والأماكن التي تصلح للزراعة مادقل لغيرهم والذين تقاعس من طرف الساكنة وهذا مو مقبول اليوم هذا اجتماعنا عيطنا لكم كمزارعين كمنتخبون كمصالح فنية ندوروا نغيروا من هذا الواقع ونشاركوا فالاكتفاء ذاتي على مستوى الولاية وعلى قاعة مستوى الوطن ككل والدولة لكن اللي لا يجي من الدعم يدور يقسم على المزارعين يقر يقسم عليهم فأماكنهم كل هين شاف ذا اللي معدل شنه من الزراعة شاف العمل اللي معدل على أرض الواقع عمدة بلدية كنقوسة أكد تكفل بلديته بنقل المزارعين لمناطقهم داخل البلدية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة لزيادة الانتاجية تسخر مقاطعة كنقوسة بمقدرات طبيعية تجعلها بصدارة المناطق الزراعية بالبلاد ومع الدعم الحكومي المقدم منتظر أن تكون من أهم مزودي السلة الغذائية الوطنية متالي استعداد القناة الموريتانية مقاطعة كنقوسة إلى شمال البلاد حيث تتواصل في بدينة الزوارات الحملة التحسيسية التي سبق وأن أطلقتها السلطات الجهوية على مستوى الولاية ضد مخاطر البلغ في المناسبات الاجتماعية والتي تتضمن تنظيم صهرات أسبوعية في أماكن عمومية وأحياء مختلفة داخل المدينة في هذا السياق حضر حاكم مقاطعة الزوارات سيد محمد محمود المحمد الضلاهي بساعة المدرسة رقم 6 فعاليات أمسية خاصة بسكان الحي تناول المتدخلون فيها موضوع البذخ في المناسبات الاجتماعية بين الواقع والصعاب وإكراهات المجتمع ودعوا المواطنين وخاصة النساء إلى إعادة النظر في بعض المسلكيات العبذية التي استحولت على المجتمع وأصبحت شزءا من العادات غير الحميدة التي يلاحظ المجتمع أنها أرامت العشرات من الأسر الضعيفة على تحمل ما لا يطيقون في المناسبات الاجتماعية داعين الجميع إلى الكف عن هذا النوع من الممارسات تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد محمد الشهر الغزواني بهذا الخصوص فقرات هذه الصهرات تضمنت إسكوتشات هادفة عالجة الموضوع بأسلوب مسرحي يحاكي الواقع المعاش ويوجه الحاضرين نحو الصواب كما تميزت الصهر أيضا بوصلات مديحية استمرت إلى وقت متأخر من الليلة أشرف حاكم مقاطعة المجرية مساء أمس لتسلم كمية المواد الغذائية مقدمة من طرف مجموعتها الغدى لصالح المتضرر المسولة اشتاحت مدينة بيكة مؤخرا الكمية تم وضعها في مخازنة تابعة للمقاطعة في انتظار توزيعها على سكان المتضررين في إطار مساندة سكان مدينة بيكة بعد السيول التي اشتاحت المدينة مؤخرا تسلمت السلطات الإدارية والمتخبون المحليون ببلدية تامر تنعاج أزيد من 30 طن من مختلف المواد الغذائية مقدمة من طرف مجموعتها الغدى لصالح الأسر المتضررة شخصيا كعمدة بلدية تامر تنعاج وباسم ساكنتها وخاصة المتضررين منهم إذا رأي هذه الكارثة أشكر المجموعة المحترمة الموقرة مجموعتها القد لهذا الدعم والتضامن الفوري مع منكوبين بلدية تامر تنعاج اللي نعتبره بأنه أهميته كبيرة وظرف اللي جاء فيه حقا الظرف المناسب المتحدث باسم المجموعة أكد أن هذا دعم يأتي استجابة للداء السلطات بيغاثة السكاني ومد يدي العمل لهم في هذا الغرف الخاص وجيت هون بلدية تامر تنعاج اليوم نتيجة لتربية النداء لغاية اللي طبق السلطات وجبت هون مساعدة اليوم تتقلب من واحد وإلاهين طوال وخمسمية من جميع المختلفة المواد لات الاستهلاك الواسع السكر ودلوير ومارو وبكرون هذا يجب تهون سلم تهون للسلطات المواد الغذائية المقدمة من طرف المجموعة تم وضعها في المخازن تمهيدا لتوزيعها على السكان الأكثر احتياجا عبدالله يوليسلم الموريتانية مدينة بيكر استفادت مئات الأطفال بولاية داخل تنواذب من خدمات البيضة الطبية المتخصصة في مجال تشوهات القلب الخلقية التي تقدم هذه الأيام استشارات وعلاجات مجالية لهذه الفئة بمركز الاستطباب الجهوي بنواذبو التقل التالي يرصد جوانب من عمل هذه البعثة وانطباعات المواطنين حولها مركز الاستطباب بنواذبو بتخصصاته المتكاملة يفتح لراعيه في هذه المرة الاستقبال الأطفال لاستفادة من تخصص نوعنا بتشوهات الخلقية بالقلب بيد الأطفال جاء نتاج تعاون بين بعثة المتخصصة والمركز الصحي تم الكشف على عدد كبير من الأطفال وتم تشخيص عشرات حالات القلب فيها تشوهات خلقية وفيها حالات أمراض مكتسبة وهي ريماتيزم القلب عند الأطفال في حالات تم تشخيصها الحمد لله احنا على تواصل مع أولياء أمر الأطفال المصابين وإن شاء الله تعالى على أمل أن يتم تكفل بهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى المستفيدون من هذه البعثة أشاهدوا بهذا العمل الصحي جاينا هذه البعثة هنا تيها أول مرة جاء نواذب وبعثة بعد قام تخصصه في القلب للترك وجايناها الحمد لله دوات تركة تبارك الله مجانا وعدتهم أي فحوص محتاجين لهم أي شيء يصفش أنه محتاج أن يعدلون مجانا الحمد لله لا هن أي مشكلة تبارك الله لا هن أي مشاء الله يكون النظام ويزدي حمه وخارج تبارك الله مشاء الله الناس اللي قبال عليهم بتشين يقال تبارك الله ما في مولي أي مشكلة مشاء الله مولي طاقم طب صباني هو مشاء الله ما عنده أي مشكلة تبارك الله مشاء الله الناس تجبر الرقام تجبر مشاء الله هدو لا هن أي مشكلة مشاء الله في تبارك الله خدمة جيدة تبارك الله جيدة حتى مشاء الله طاقم مولي مشاء الله عليه قايم بدوره وقايم بعمله تبارك الله خدمة فتبارك الله موفرة مجانا نظام موديزين ما شفنا له أي مشكل إدارة المركز أكدت بأن التعاون مع البيضة يدخل في إطار تقريب الخدمة من المواطنين هذه المهمة تدخل في نطاق تكفل بتشوهات خلقية للقلب وعلاجها وتدخل في نطاق تقريب الخدمة من المواطني تمشيا مع الإرادة لسلطات أولياء البلد وهكذا تواصل المصالح الصحية بن وذيب والقيام بدورها خدمة للمواطنين ومساهمة في التنمية الشاملة للبلاد لقناة الموليتاني عبدالله أوليزبير وذيب وإلى مقاطعة أمرج بولاية الحوض الشرقي حيث تنشط عدد من نسوة البدينة في إنتاج وبيع لحوم البضاء والخضروات ضمن أجشطة اقتصادية أخرى وفرنا من خلالها لأنفسهن فرص عمل مدرة للدخل نظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مسامس بمركز الثقافي لجهة الواقشوت أمسية أدبية تحت عنوان قراءات شعرية مختارة شارك في هذه الأمسية عدد من نوادي الأدبية الشبابية من بينهم صالون مامون ونادي دهشة ونادي عروج نايب برس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الدكتور أحمد دولة قال أن تنظيم هذه الأمسية يندرج في برامج الاتحاد الأدبية ويتي في نطاق برنامج خيمة الأدب وقد تخللت الأمسية قراءات شعرية في دواوين بعض الشعراء كما توجد تعمل الأمسية بتوقيع دواوين لذات الشعراء تم اختيارهم من طرف الاتحاد وبالعودة إلى العاصمة الاغتصادية نظمت شمية الشباب لثوعية الأقران بن وذيب مساء أمسية ثقافية تحت عنوان دور الإعلام في تنمية المحلية وقد تناولت الأمسية التي أنعشها لفيف من الإعلاميين المحليين والأساتذة ونشطاء في المجتمع المدني أهمية الإعلام في تنوير المجتمع ونبذ الشائعات والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية وذلك بحضور شمع غافير من المشتغلين بالإعلام في الولايات ترجمة نانسي قنقر وبالعودة إلى مقاطعة أمرج بولايات الحوض الشرقية حيث تشهط عدد من نسوة المدينة في إنتاج وباء لحم البضاء والخضروات ضمن أنشطة اقتصادية أخرى وفرنا من خلالها لأنفسي هنا فرص عمل مدرة للدخل جهود هؤلاء النسوة تضحياتهن في سبيل كسبقوتهن نتابعها في سياق التقرير الآتي فاطمة ومن ومريم وغيرهن سبع وأربعون امرأة في مقاطعة أمرج قمنا بإنشاء هذه التعاونية المسمات النجاح منذ ثمانية أشهر وتبدأ في مزاولة أنشطتها المتمثلة في جلب اللحوم البيضاء والخضروات التي يحتاجها المستهلك من العاصمة واكشوطة موفرات بذلك نشاطا اقتصاديا مدرا للدخل ويسهم في تموين السوق المحلي بالمواد الضرورية على حد قولهن عدنا أصلا على دراسة المقاطعتنا المسائل تفتقد المقاطعة واللي يقولوا فيها دائما وخاصة الفترة الصيف لمنهم اللحوم البيضاء ومنهم كذلك الخضروات وعلى مجهوداتنا الخاصة الحمد لله استطعنا أعلن نقوم بذلك الشاطئ الذي هو نبيع الخضرة نستجلبوها من داخل المقاطعة من تعاونيات الموجودة هنا الزراعية وكذلك موالنا سجلبوها من العاصمة مشهور نواكشو ويجينا منها دجاج هذا التركي ويجينا منها كذلك كويس ويجينا منها الحوت بنواع الحمد لله فتبارك الله مستفاد من الحمد لله ومستفاد منهم المقاطعتنا وحمد الملانا وشاكرنا وعليه نشاط النسوة لاقت ثمينا من لدن رواد التعاونية لكن المساهمات فيها يطالبن الجهات المعنية بدعمهن بوسائل تزيد من إنتاجهن وتسهم في الحفاظ على المواد الغذائية وتمنع تلفها نطالبين الجهات المعنية على أنها تساعدنا تساعدنا في أهل التنقل وانتمون أن قلوبية الخضرة تزينا وانتمون أن نزو نحن منهم وتطينا وانتمون لدعم ماده وتعاوننا بكونزليترات انتم وندروا فيهم الخضرة وانتمون أن تخسرنا في جانب التعاونية الآخر تقوم هذه السيدة بمزاولة نشاط تزيين سيارات للمناسبات الاجتماعية وتوفير خدمة كانت تكلف السفر والتنقل إلى العاصمة تنوكشوت ما نشاط من تعاونة النجاح بعمرش ما فرق تزيين السيارات للمناسبات وتجهيز سلات الشباب المقاطعة كاملة بسبع عامة وفرق من تعاونة النجاح بعمرش إرادة قوية وعزيمة لا تلينة تتمسك بها القائمات على هذا المشروع والأمل يحدوهن في تحقيق أحلامهن في العيش الكريم وهبيري ولي ليدالي لقناة الموريتانية مقاطعة أمرش نظمت جمعية طفل والفن مساء أمس بن واذيبو أمسية احتفالية باختتام نشاطاتها السنوية التي شملت تكوين عشرات شباب في مجال الرسم رئيس الجمعية قال إن هذا التكوين الذي استمر ثلاثة أشهر كان ثمرة تعاون بين بلدية واذيبو والمجتمع المدني والعديد من الهيئات الشبابية وأنه مكن الشباب من إبراز قدراتهم في مجال الرسم وممارسة هواياتهم وتنميتها ترجمة نانسي قنقراتهم في مجال الرسمورة هنا بنواكشوت تعد مزرعة محمد غوث إحدى مزارع العاصبة التي حظيت بعناية خاصة من أصحابها مكنتها بتصدر قائمة المزارع المتميزة لما تضمه من حيوانات وأشجار متنوعة حيث شكلت مصدر عمل لبعض المواطنين ومن بين العابلين في هذه المزرعة سلمبوها وبوبكر لذاني زاد على ثماني سنوات من العمل بها خلقت علاقة وجدانية بينهم وبين الطبيعة ذلك ما سنتابعه في التقرير لاتي خلال جولة ممتعة وحديث ودي في جو يتسم بالهدوء لا يقطع سكينته سوى صفير البلابل الشجي تحدث ناس المبوها عن سنوات عديدة أنضتها هي عائلتها في هذه المزرعة بين أحضان الأشجار المتنوعة ومختلف الحيوانات وحكما أن ياسر ماشي ماكت نعرف ويقال إن جيت هنا في الحديقة مولي تعلمتها كامل وتشارف عليهم وعطموا لي مسؤولة عن الحديقة عندنا دي كرون عندنا النعاب عندنا طاوس عندنا الوز عندنا نوارو عندنا الأفكارين ونعرف الصيفة اللي نقد ندخل عليهم بيه ونعرف الساميهم كافلي ونجيهم وندخل عليهم ونعطيهم وكيلهم نمشي عنهم وطيورهم اللي نجي ونعطيهم حشهم على الصباح نحن ما نحش لهم به اللي ما نصيب لهم عندي علاقة الصدر لا بدأ لما نخرص ندزقنا بالحديقة نخرص صدر حيار فيها ياسر من شيء ماشاء الله وكنت نحس بياسر من شيء قرب الساعلي بيه ذو الصدر فيهم ياسري داوي بالنسقه يجينا نتنفوس ما هو تنفوس ماشاء الله يجينا نتنفوس ريحته زينا ومعلوم بداوي تضم هذه الحديقة عددا من الحيوانات يحرى برعاية تامة من قبل القائمين عليها رعاية واهتمامة ولد علاقة مجدانية لا تخطئها عين السائر بين هذه الحيوانات ومن يقوم على تربيتها الحيوانات هي همشي مصدر كذلك يبقى عن من في الروح يبقى ما يبقى نظافا لا انتم عطيه يتموها عطيك ذلك موليك والحيوانات اسوى شنهية حتى رعاية كلاب رفق بها وتوط هي وصى عليها قا عمولان رفق بها ولان كايت رفق بها ما شفت نتيجته انا هؤلاء كلاب يوكلوا وعظوا انا مستحبين معايا والنعام لا باش لا عني وقتلوكي نجي نعطيه له والله نشوفه حميان نجي صبالين من سحمه والله نشوفه عطشان نطيه يشرب هذا يبقيني وان نبقيه مستحبين حتى ما نتخلع لشي منهم مجاني يبقين انتباقوا نصح الناس اللي بيعاونونا الى جانب ما تقدمه هذه المسرعة من متعة لعين ناظر وجو بهيج للسائر الا انها ايضا تمثل مصدر دخلنا وعمل لهذه الاسراء نسب السمعة داوى الموريتانية وقشوب وبذلك نصل المشاهدين الكرام الى نهاية مساية قناة الموريتانية عود على بدء وتذكير بابرز ما جاء فيها بلادنا تدين العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتدعو المجتمع الدولي الى العمل على وقف التصعيد وحماية المواطنين المدنيين الفلسطينيين السلطات الادارية في ولاية قدماغة تطرق بلدية العبلي حملة واسعة للتشجير ضمن النشاطات المخلدة لأسبوع الوطني للشجرة مزارع كونكوسا يعودون الى مناطقهم الاصلية لمزاولة نشاطهم الزراعي والسلطات الادارية تستقبلهم وتحثهم على مضاعفة الانتاج كنتم في أمان الله مشاهدين وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة